اشتركوا في القناة لكن الخبر صحيح واتنشر في اكبر صحف ومجلات العالم الممية اللي قدامكم دي اتكلمت بعد 3000 سنة من طحنتها واسمعوا الصوت طلع ازاي وبرضه نرجع نسمع الصوت تاني الصوت اللي انتو سمعتوه ده خارج من الممية فعلا بس ده كان عن طريق اكاديميين في جامعة رويل بجامعة لندن بجامعة ليندي وجامعة يورك ومتحف ليدز اشتركوا مع بعض في فحص ممية لكاهن مصري عن طريق برنامج يسمى ساويندويف لتتبع المصار الصوتي لاخر كلمات قلة هذا الكاهن الموجود امامكم قبل موته وطبعا ده باستخدام تقنية 3D فخرج لهم هذا الصوت الذي يشبه الى حد كبير حرف الباء في اللغة العربية ودي كانت اول الخطوات اللي بدأ العلماء في العمل عليها في محاولة للصنع اجهزة وبرامج تتيح لهم في المستقبل استخراج الكلمات اللي كان بيقولها الموتى قبل موتهم وده علشان يعرفوا اسرار زي الراجل اللي قدامنا في الصورة ده توتعان خامون الممية اللي حيارة العالم وده طبعا عن طريق انه هم يستخرجوا الكلمات التي تكلم بها الموتى قبل موتهم والتي تم تخزينها في العقل عن طريق الالياف العقلية او في جدران الحنجرة ولا يوجد افضل من المميوات المصرية القديمة لاقامة هذه الافحاس عليها نظرا لاحتفاظ الجسس المصرية القديمة عن طريق سر التحنيط العظيم الذي لا يعلمه احد حتى الان وذلك عن طريق ابقاء اجزاء كبيرة من الجسس على حالتها شف الطبعية مما يسمح بتطوير آلية مستقبلية لمعرفة الكثير والكثير عن تلك المراحل التاريخية واصرارها ان عجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في قناة العالم مع سونا ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة